وللمزيد من التفاصيل حول هذه المباراة النهائية ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي عثمان إبراهيم سيد عثمان هل تجاوز البرسة ألمه الأوروبية وأصبح الآن مستعدا لتحقيق الثنائية المحلية؟ جرح أوروبي كبير للغاية للنادي برشلونة برشلونة العام الثاني على التوالي يخرج مدارة بطالة أوروبا بنفس السيناريو يحقق نتيجة جيدة للغاية إذا هابا ولكنه يخسر إيابا من نتيجة أكبر فيودع البطولة أعتقد الجرح الأوروبي لبرشلونة للغاية هذه المرة ومن الصعب أن يتجاوزه بطولة أو بطولتين محلياتين ولكن يظل تحقيق الثنائية المحلية تعويضا بسيطا لجمهور برشلونة ورد معنوي لكبرياء لعيب برشلونة ما هي فرص فالينسيا في الفوز بهذا اللقاء؟ فالينسيا تسلح برغبة الفوز والعودة إلى منصات تتويج في كأس الملك آخر تتويج لفالينسيا كان في 2008 منذ 11 عاما أعتقد لو فالينسيا أنهى موسمه بالفوز على البرشلونة وخطف لقب الكأس سيكون جاد للغاية ولكنه سواجه منافسة شارسة بسبب رغبة برشلونة الكبيرة في إنهاء الموسم بشكل يقلق من هذا الكبير خاصة بعد الخروج الأوروبي المخيب للأمال هل ستكون هذه الثنائية المحلية بمثابة طوق النجاة بالنسبة لفالفيردي؟ النسبة لفالفيردي يعيش في موازق كبير لأنه خرج من عام التاني على توالي بنفس السيناريو من دور أبطال أوروبا ولكنه إذا حقق الثنائية لموسم الثاني على توالي ربما تكون سببا لبقاءه مع برشلونة لموسم آخر فالفيردي محظوظ أن سوق المداربين في العالم محدود وبالتالي من يستطيع قياد برشلونة في فترة المقبلة أعتقد أن فالفيردي مستمر مع برشلونة وفوزه بالكأس والثنائية لموسم الثاني على توالي ستكون دائما كبيرا نستمره مع نادي كتالوني تعليقك على رغبة ميسي في الإبقاء على فالفيردي رغم الإخفاق الأوروبي ميسي في مؤتمر الصحفي بالأمس أعلن أن اللعبين مسؤولين بالشكل الأكبر عن خروج من دورة بطال أوروبا وأن فالفيردي لو يتحمل مسؤولية فتحمله يكون بالنسبة ضائلة والعائب الأكبر على اللعبين وهم سبب في خروج من دورة بطال أوروبا للموسم الثاني على توالي أعتقد ميسي تصريحه له شقين الأول هو زكاء القائد أن اللعب هو قاد فريق برشلونة ولا يريد أن تنهار الثقة بين اللعبين والمدرب قبل نهاية كأس الملك هذا سبب هناك سبب آخر ربما أن ميسي لا يريد أن يأتي مدرب جديد ربما تكون شخصيته أقوى من فالفيردي وبالتالي يسيطر على فريق والواضح أن ميسي له قدر كبير داخل الفريق له رأي كبير داخل الفريق وشؤونه فأعتقد أن وجود فالفيردي في صالح ميسي وسيطرته على فريق برشلونة ومن القادم ومن الخارج من هذا الفريق هل هذا يعني أن ميسي يفكر في نفسه أكثر من الفريق؟ أنا كلامي واضح أن ميسي ربما يكون يفكر بطريقة القائد لو كان قائدا لا يريد أن نهار الثقة بين اللعبين والمدرب لأن نهار الثقة بين اللعبين والمدرب سيخسلون لقبا جديد وكأس الملك وربما يكون هناك شقة آخر أنه مرتاح أن فالفيردي شخصاته ليست بالشخصية المتسلطة أو القوية التي تسيطر على غرفة الملابس وبالتالي ميسي له كلمة داخل الفريق ربما له هذا الشقة أو هذا الشقة الآخر نعم شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي عثمان إبراهيم كنت معنا من القاهرة